إنه آخر أيام الأسبوع في تريندينج نبدأ قصتنا من اليمن طرد الإمارات مطلب شعبي وفشل الغزو الشمالي هاشتاجان من المفترض أنها عن الأزمة اليمنية ولكنها في حقيقة ساحة حرب كلامية بين المغردين السعوديين والإماراتيين السبب كان بيان الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الذي وجه فيه اتهاما صريحا للإمارات بشن غارات على المدنيين وعلى قواته أيضا فوجئنا بطيران دولة الإمارات ينفذ عدة غارات عسكرية ضد المواطنين وأفراد جيشنا الوطني وسط أحياء مهولة بالسكان في أماكن متفرقة بالعاصمة المؤقتة عدن مما دفع القوات للانسحاب إلى محيط محافظة عدن لتجنيب العاصمة عدن وأهلها الشرفاء الأحرار المسالمين الدمار الجنوني الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي مدعوما بغطاء جوي وغارات عسكرية لطائرات دولة الإمارات العربية المتحدة بالطبع كان هناك رد إماراتي عبر بيان من وزارة الخارجية الإماراتية استهدافنا الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة وفقا لقواعد الاشتباك في اتفاقية جنيف والقانون الدولي الاستهداف كان بناء على معلومات مؤكدة بأن الميليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لن نتوان عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك ونحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس السجال الرسمي كان له نظير ومقابل على موقع تويتر على المجال الشعبي يقول خلفان الكعبي الحكومة التي يديرها الرئيس من الفندق غير مقبولة يحرك ألوية وقوات مخالفة التحالف وهناك دليل على هذا الكلام أما بالنسبة ليين علوي أو بن علاوي وين رؤساء المجلس الانتقالي أليس في فنادق أبو ظبي ويدار المجلس الانتقالي من دوان محمد بن زايد هذه تغريدة من الكويت من ناصر الدولة يقول قصف الإمارات للجيش اليمني لا يمكن السكوت عنه ولا يجوز للسعودية أن تسمح به ورأينا الارتياح الإسلامي لوقوف السعودية مع الشرعية لاستعادة السيادة من ميليشيات الإمارات الانقلابية فإن أرادت السعودية استعادة مكانتها فالتقف مع الشرعية أما وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور جرغاش فقال البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم ولهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقال عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف عدي قال في تغريدته وهي الأخيرة التي نتناولها ما شافوهم هن وبسرء شافوهم هن بتحاسبوا هذا تماما ما يحدث في اليمن بين السعودية والإمارات أما بالنسبة لموقف المجلس الانتقالي وهو الحاكم في جنوب عدن حاليا فيقول عن أي جيش وطني تتحدثون ما يزيد عن ربع عن أربع سنوات وقال أيضا يبعدون كيلومترات معدودة عن الحوثي ولم يتحركوا ويكمل المخطط إسقاط الجنوب بيد الإخوانج والمنفذ ذراعهم القاعدة والغطى الجيش الوطني ولكن ما هو شكل توزع القوى والصراع على الأرض خريطة توزيع القوى متغيرة دائما في اليمن فعدن هي العاصمة المؤقتة التي تستقلها حكومة هادي وأصبحت في قبضة قوات المجلس الانتقالي الآن أما محافظة أبيان وشبهة تسيطر عليهما قوات هادي المدعومة من السعودية ولكن المجلس الانتقالي مستمر بمحاولات السيطرة عليهما جماعة الحوثي تم تشكيل التحالف من أجلها وهي الآن تسيطر على العاصمة صنعاء وأيضا تسيطر على مناطق حدودية في صعدة وعلى جزء من تعز وأجزاء أخرى من الحديدة حديدة